السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة سنتحدث على أقوى العملات الرقمية الموجودة حاليا والتي ممكن أن نستمر فيها خلال نزولها ولكن هذه الأسعار التي نرها حاليا هي لازالت غير جيدة للإستشمار والتخزين على المدى البعيد قدر ما ننصحكم خلال هذه الفترة بالاشتغال على المدى القاسير سنبقى فترة كما تحدثنا على هذا الأمر ما بين 15 ألف دولار نصعد إلى 17 ألف 17 ألف وخمسمائة إلى حدود 18 ألف دولار ثم نعود مرة أخرى لمناطق 15 ألف دولار كل دعم يتم تكسيره ضروري نبقى فيه فترة كما حصل كثيرا مع كل الدعم التي تم تكسيرها خلال هذه الحلقة سنحاول الحديث على بعض المشاريع القوية التي ستضع عليها اهتمامك وعندما ستنخفض أكثر سنشاري فيها هناك الكثير سراحة وصلنا تقريبا لأكثر من 21 ألف وسبعمائة عملة كل عملة هنا لديها أفكار مشابهة دائما حاول أن تستشمر في المشروع المميز المشروع الذي لديه شيء غير موجود عنده مشروع آخر أو مشروع أتى بفكرة جديدة لهذا المجال هذه حلقة اخترنا لكم أقوى العملة الرقمية الموجودة حاليا سنبدأ بأول عملة عملة كاردانو غنية عن التعريف تحدثنا عليها وكنا قد استشمرنا فيها عندما كان سعرها 2 سنت 4 سنت وكانت وصلت لـ 3 دولار والحمد لله حققنا منها أرباح جيدة ومكاسب جيدة عند وصولها لـ 3 دولار أخذت مصار تنازلي كباقي العملة الأخرى ووصلت الآن لـ 34 سنت وبالنسبة لي لازلت ستنخفض أكثر بكثير من الأسعار التي نراها فيها حاليا بالنسبة للأسعار التي ممكن أن تنخفض إليها كاردانو نبيل 10 سنت 15 سنت 16 سنت يعني هذه الأسعار التي ممكن أن نراها فيها عملة كاردانو فممكن أن تعمل عليها تدور على المدى القاسر ولكن يجب عليك أن تعرف توقيت دخول والخروج أما بالاتجاه العام للعملة لازلت في المصار التنازلي خصوصا أننا دخلنا لفترة الشك ودخلنا لمرحلة سيبدأ الكثير من المستجمرين بالخروج من المجال فضروري ستواصل إنخفاضها أكثر فالأسعار الحالية فقط التدور على المدى القاسر ولا زلنا محتفيدين بنفس الهدف فكاردانو شرحنا مشروعها أكثر من مرة مؤسس لعملة هوسكينسون والذي كان في فريق الأول الأتريوم كان في فريق واحد في الأتريوم فاختلفت الآراء بين المطورين هذا يريد تطوير الأتريوم بهذا الشكل هذا المطور يعطي فكرة أخرى فقرر بعض المطورين من الأتريوم خروج وإنشاء مشروع لهم وبدأوا بمشروعهم من الصفر وكاردانو أخذ وقت طويل لكي لا يقعوا في مشاكل الأتريوم والمشاكل التي نراها تحدث حاليا لبعض العملات مثل سولانا وعملات كثيرة كبطء في التحويلات أو سقوط النظام أو الاقتطاعة المرتفعة فكاردانو يشغلون على أن يعطوا بلوكتين جيدة وقاموا بعمل حسابية حتى لعدد الناس الموجودين في المجال والعدد الذي سيزدد لأن الأتريوم لما خرج للسوق خرج على أساس أن الأتريوم سيستعمله عدد قليل من الناس لم يتوقعوا أنهم سيصلوا لهذا العدد الكبير من المستخدمين ومن التطبيقات ومن الأموال لهذا نجد المشاكل الحاصلة في الأتريوم كذلك كاردانو حاولت أن تستفيد من أخطاء العملات فقرروا إنشاء كل شيء من الصفر وكل مرحلة هذا قلنا أكثر من مرة يبقون فيها فترة طويلة حتى يختبرونها أكثر من مرة ثم ينتقلون إلى المرحلة الأخرى وكل شيء هم من عندهم أوريكا الذي هم أوريكا الخاص بهم لغة خاصة بهم بلوكتين خاصة بهم أمان خاص بهم يعني كل شيء هم من أسسوه ومشروع كاردانو في الصعود القادم إن شاء الله ستقول كلمتها بشكل كبير مشروع قوي صراحة كاردانو وهذه العملة من العملات التي يخزينها الحيتان بشكل كبير عملة كاردانو مستقبل كبير أعطي لي العملة كسعة ونصف العشرة لعملة كاردانو الثاني العملات كذلك الغنية للتعريف هي عملة أفالانش نازلت نفس الأشياء التي كنا قد تحدثنا على المشروع أفالانش على أنها من أقوى العملات الموجودة حاليا نازلت نفس الكلام نفس الهدف اقتربنا من أهداف أفالانش ما زلنا ننتظر عملة أفالانش تحت العشرة دولار لم يبقى من الكثير فبالنسبة لما نقوله وما أرى كثيرا الكثير يظن أنه بشكل مباشر سنصل إلى قاع سنسعد لا ضروري سنبقى فترة معينة ضروري سندخل في الروكو ضروري هذا لا هروبة منه بخصوص أفالانش تحدثت عليها كثيرا فقط نذكر بها من المشاريع القوية والتي لها مستقبل كبير العملة الوحيدة التي نقول مثل الأتريوم أفالانش هي أتريوم تاني أفالانش نفس الخوريزمية التي بني عليها الأتريوم موجودة في الأفالانش والأكثر من ذلك أنهم أخذوا لغة الصوليدي خاصة بالأتريوم وطوروا فيها لأن هناك الكثير من المشاريع تجد مشاكل أو المطورين يجدون مشاكل في فهم لغة الصوليدي فأفالانش لديهم صوليديتي بلاس بلاس طوروا في صوليديتي وكان اعترف هذا بشكل مباشر في طالب مؤسس أتريوم قال لا لأن المنافس المباشر للأتريوم هو أفالانش مشروع قوي أفالانش كذلك أفالانش تقريبا نرى الأتريوم يعني خرج من صلبه الكثير من المشاريع القوية أمين كان من مطوري الأتريوم فريق الأفالانش فريق قوي أمين هو توركي مشروع توركي فأفالانش لها مستقبل كبير وصلت لديها عدد محترم من التحويلات لديها أمان عالي خصوصا اللامركزية هي المهمة في مجال العملة الرقمية فمشروعها مشروع قوي وكانت عملت شركات عديدة أبرزهم مع مستركار فالمشروع له مستقبل كبير كذلك أعطيها تسعة ونصف العشرة وما هي الأسعار السؤال المطروح ما هي الأسعار التي ممكن أن تصل إليها كمثال كاردانو في ممكن نقول هالفين القادم أو الصعود القادم كاردانو أتوقع لها أن تتجاوز خمسة دولار ممكن أن تصل إلى حدود عشرة دولار كاردانو مستقبلا هذا الكلام لا أحفزك لكي تشتريها حاليا سعر كاردانو أربعة وثلاثين سنت حاليا سعرها مرتفئ ولا زالت ستنخفض أكثر بكثير فقط لهذا لا نريد أن نعطيكم الأهداف حاليا كمثال كاردانو ممكن أن تصل إلى عشرة دولار أفالانش ممكن أن تصل إلى خمسمائة دولار أفالانش بالنسبة للأسعار لا زالت مرتفعة بالنسبة لثالث العملات بوليغون بوليغون يعني من المشاريع التي طورت بشكل كبير في مجال العملات الرقمية شراكتها تتحدث عليها وأقدم عملة تحدثنا عليها وأكثر العملات التي تحدثنا عليها سنة 2018-2019 وشرحنا مشروعها لما كان المشروع لا يعرف أي أحد ممكن أن تعود الفيديوهات القديمة ستجدنا نتحدث عليها وكان سلوى 2 سنت وصلت لثلاثة دولار حققنا منها أشياء كبيرة والحمد لله فقط هناك دورة سئرية يعيشها السوق ننتظر مرة أخرى نزول وتصحيح العملة لكي نشاريها مرة أخرى ومن العملات التي ستقول كلمتها وهي الأخرى نعطيها 9.5 مشروع العملة مشروع قوي أول عملة تعطي حلول فعلية لأتريوم العملات التي تشغل لاير 2 مشروع قوي بوليغون أعلام الكاملة 9.5 أخر شاركة عملوها مع الأنستغرام فبالنسبة لماكس سبلاي هو محدد في 10 ملايير ليس هناك زيادة فوق 10 ملايير كذلك الأفلانش لماكس سبلاي محدد في 720 مليون الكاردانو لماكس سبلاي محدد في 45 مليار والجيد في عملة كاردانو هناك بعض العملات التي تعطى لها قيمة فريق العملة كاردانو يعطونا قيمة كبيرة لعملتي كذلك البوليغون من العملات التي تعطي قيمة كبيرة لعملتي يعطيها كذلك 9.5 البوليغون لدينا كذلك عملة الفانتوم الفانتوم من المشارع القوية وكانت وصلت ل3 دولار عملة الفانتوم أكثر من 3 دولار تقريبا 3.5 دولار هي الأخرى لو تتذكرون إنما كنا مستشميلين فيها كان السئل هو تقريبا 0.02 فانتوم مشروعها لديها بلوكتين مختلفة على باقي البلوكتينات من نوع الدك مشروع كوري قيمة السوقية الخاصة بها حالي 484 مليون دولار بالنسبة للسعر لا زالت ستنخفض هي الأخرى كل العملات بدون استثناء لا زالت ستنخفض الفوليوم اليوم محترم 88 مليون والماكس سبلاي الجيد فيها الماكس سبلاي محدد في 3.1 مليار وما يروج من العملة يشكل لنا 80% يعني 2.5 مليار وحدة عملة فانتوم هذه العملات موجودة على أكبر المنصات هناك من يسأل ما هي المنصات التي ممكن أن نشاري فيها هذه العملات ممكن أن تشاريهم على منصة بايننس وهناك الكثير من المنصات سأترك لك كل الروابط في الديسكريبشن أسفل الفيديو لكل المنصات الجيدة بالترتيب فانتوم كذلك من العملات القوية سأعطيها 19 مشروع قوي ومن العملة التي ستعود ولها مستقبل كبير كذلك ممكن أن تعود لمناطق 3 دولار أو تتجاوز 3 دولار ولكن ليس الآن وهذه الأسعار غير مناسبة لدينا كذلك لينك من العملات الأولى التي تشغل أوريكل والذيها شاركة مع كل العملات الموجودة حاليا ضروري أن تعمل لديها شاركات مع كل المنصات أبرز شاركات شاركة مع جوجل وشاركة مع السوفت مشروع اللينك من المشاريع القوية والأوريكل كنا قد شرحناها لا نريد الإطالة عليكم خلال هذه الحلقة لعملة اللينك لماكس سبلاي محدث مليار مايروج من العملة هو 49% 491 مليون مشروع قوي لها مستقبل كبير أعطيها 9.5 إلى 10 ممكن أن تصل للمائة الدولار مستقبلا ولكن السعر الحالي غير مناسب بالنسبة لعملة البولكا دوت البولكا دوت كذلك البولكا دوت نسميها الانترنت أكبر مشروع ويبتري هو البولكا دوت شرحنا مشروعها كذلك هذه اللاير زيرو يجب عليك أن تفرق ما بين اللاير زيرو واللاير وان واللاير تو وعملة توكن يعني موجودة في شبكة مثلا شبكة بولكا دوت أو موجودة مثلا شبكة فونتون مجرد توكن هذه هي عملات والبولكا دوت هي لديها بلوكتين من نواية لاير زيرو مثلا فونتون لاير وان البوليغون لاير تو العملات التي تكون كشبكات خارجية في الشبكة الرئيسية مثلا بالأتريون أو مثلا البولكا دوت هناك عملات الباراتين فاللاير زيرو هي الانترنت التي تجمع لنا كل البلوكتينات في بلوكتين واحدة كمثال مثل الانترنت الآن كل لديه هواتف ولديه حواسيب ما الذي يجمعنا هي الانترنت مثلا عندما أنا أرفع الفيديو في اليوتيوب ما هو الذي يجمعنا بالأساس هي الانترنت إذا لم يكن لديك انترنت لا يمكنك أن تشاهد هذا الفيديو كذلك البولكا دوت تريد أن تجمع البلوكتين في بعضها البعض مثلا في نقل بيانات نقل مثلا أموال ممكن أن نسميه كتسمية أخرى مثلا مثل البلوكتين بولكا دوت إذا مثلا لم يكن انترنت سيكون مثلا بيننا لو كنا جالسين في قاعة ونريد أن نرسل لبعضنا الصور أو مقاطع فيديو أو موسيقى أو شيء من هذا القبيل يجب أن يكون لنا شيء يربط بيننا هو البلوكتين مثلا كذلك البولكا دوت البولكا دوت أنترنت تريد جمع كل البلوكتينات وربطهم ببعضهم البعض هذا هو الذي يسمى layer zero فمشروع بولكا دوت من المشاريع القوية كذلك بولكا دوت خرج من صلب الأتريون بولكا دوت كله أتريون فبالنسبة لماكس سبلاي للبولكا دوت غير محدد ليس هناك ماكس سبلاي محدد بالنسبة لصراحة هذه خطوة سلبي لذي نكون واضحين معكم العملات التي ليس لها ماكس سبلاي ضروري تكون هذه نقطة سلبية في مشروعها طبع الأفضل أن يكون ماكس سبلاي ماكس سبلاي مهم جدا خصا أن العملة من الأفضل أن تكون العملة حددت لماكس سبلاي بالنسبة للمشروع كذلك القوي والذي نشغل عليه حاليا خلال هذه المرحلة تداول على مدى القصير حددنا لكم مناطق الشراء هنا لكم بين 15 سنت و 17 سنت العملة تقريبا خفضت ل 17 سنت وارتفعت ل 22 سنت يعني تداول مدى قصير تداول مدى قصير وممكن أن تعمل قام أن هناك حدد كأس العالم ممكن أن تسعد أكثر بكثير ولكن هذه ليست توسيمه بشكل مباشر يعني ممكن أن يحصل ضروري في السوق والعملة الخفض يعني العملات حاليا تتبع الحركة الجماعية حركة البيتكون بالأساس مثلا ممكن أن تكون عملة دعبوها مثلا هو 15 سنت ممكن يحصل ضرور في البيتكون وممكن تنخفض أكثر من 15 سنت كذلك الألغو حددنا لها دعمها ما بين 23 و 24 سنت حصل فيها بامب 15 بالمئة أفضل شيء هو التداول مدى قصير بالنسبة لعملات ولكن نتحدث على مشروع تشيليزي أول مشروع رياضي في مجال العملات الرقمية مشروع مميز هذه العملات التي نتحدث عليها الآن كلها مميزة مثلا هناك بعض الأشياء الموجودة في كاردان وغير موجودة باتاتا في أفالانت وكذلك بعض الأشياء موجودة في أفالانت يعني حتى اللغات مختلفة لغات البلوك تشين كذلك بوليغون مختلفة كثيرا على فونطوم فونطوم مختلفة على كل العملات عندها الضاق يعني اللينك مختلفة عندها أوريكل البولكادوت لير زيرو مختلفة يعني كل العملات تكون مختلفة على الأخرى يعني التميز أفضل شيء هو أن تستشمر في شيء مميز فإذا مثلا بعض الأخوة يطرحون لبعض العملات في التعليقات أبحث فيها أجد أن أجد أن المشروع مثلا غير سكا مشروع متوسط مثلا ستة على عشر ولكن ما المميز ما الذي لاحظته أنت في المشروع مميز لكي سيجعلك تستشمر فيه أو مثلا بعض العملات التي لا تكون فيها سيولة تكون سيولتها مثلا خمسين ألف دولار هذه العملات حاولوا أن تمتعدوا منها ولو يكون مثلا مشروع لبأس بيع عندما تجد سيولتها خمسين ألف دولار أو عشر ألف دولار هذه لا تشريها ممكن أن تشريها تبقى عالق فيها لا تجد حتى إذا مثلا أردت البيع لا تجد حتى تخسر البيع على فهناك آلاف آلاف من العملات فالاختيار صراحة صعب ولكن الاختيار بالمنطق ما المميز ما الذي مثلا شيئت عني سأستميش بولكادوت ضروري بنيت قناعتك على الكثير من الأبحاث التي أجريتها وعندما أجريت الأبحاث ضروري أن تقارن مثلا عندما سأبحث في مشروع بولكادوت وأجده مشروع قوي جيد عندهم الكثير عندهم تحويلات مثلا نقول عشر آلاف وكذا وكذا ولكن عندما سأبحث في المشروع ضروري أن أقارنه بالعملات الموجودة حاليا أضعه في كفة وأضع مثلا مشروع آخر في كفة وأقارن وأختار الأفضل وأختار الشيء المميز فبالنسبة لعملات تشيليزي ذكرنا التمييز فيها هي أول عملة رياضية تشغل في المجال الرياضي لديها شراكة مع كل الفرق تقريبا المعروفة مثل أفسي بارسالون مثل كلاتا ساراي مثل أرسونال مونشستر سيتي الكثير ودائما نرى إشاراتها في دور أبطال أوروبا حاليا ضروري سنرى إشاراتها في كأس العالم وهناك الكثير من الأشياء القادمة لهذا المشروع الجيد مشروع قوي محترم بالنسبة لتقييمنا كمشروع رياضي نعطيه العلامة الكاملة تسعة ونصف على شركة مشروع رياضي مشروع قوي لها مستقبل كبير سننهي الحلقة بآخر العملات لدينا عملتان أبطس ولدينا لوبري نتحدث على الأبطس الأبطس شرحنا مشروعها وحكينا كيف أتى هذا المشروع والذي كان في مشروع ديم مشروع الفيسبوك كان اسمها في الأول ليبرا حولوا الاسم إلى ديم فقرر الفيسبوك أن يتوقف على إنشاء عملة رقمية فكان قد جمع الكثير من المطورين المعروفين لديهم كفاءة فالمطورين عندما رأوا أن الفيسبوك توقف على هذه الفكرة فقالوا كيف وصلنا لخطوات جيدة ولدينا تكنولوجيا جيدة كيف لا ننشئ مشروع لنا نسميه أبطس ولقي هذا المشروع دعم من الصادق الاستشمالية ولقي المشروع إقبال من عند المستشمرين وعملوا شاركة مع جوجل كلاود مشروعهم مشروع قوي لديهم بلوكتين مختلفة على الباقي البلوكتينات لغة جديدة لغة موف التي استخدمت في مشروع عملة ديم لديهم تحويلات جيدة لديهم أمان جيد ولكن بالنسبة للسعر كما كنا قد أشرنا إنما كان سعرها 13 دولار أن سعرها غير مناسب للاستشمال وسعرها حاليا 4 دولار ولازال سعرها غير مناسب للاستشمال خصوصا أن المشروع جديد ضروري سيقومون بالبيع الماكس تابلاي هو غير محدد وهذا أمر سيلبي بالنسبة لهذا المشروع فسنعطي لي أبطس كتقييم لهذا المشروع تقريبا ما بين 8.5 إلى حدود 9 على 10 ولكن السعر الحالي غير مناسب للاستشمال فهناك بعض العملات التي تكون لديك تقيقة كاملة فيهم وبعض العملات التي قديمة في المجال أبرز هذه العملات كاردانو أفلانش بوليغون فونطون تشيليزي لينك بولكادوت لوبرين كذلك كنا سأنساها بالنسبة لأبطس مشروع لا زلنا لن نستشمال فيه وليست هناك نوايا حتى نرى لأن المشروع أصلا جديد لا يمكننا أن نحدد مثلا سعر معين لشراء المشروع ضروري سيتم إخراج كميات أكثر للسوق وبيعها لذلك من الأفضل تعد على المشاريع الجديدة التي تطرح جديدة والتي يكون ما يروش فيها قليل مقارنة بالماكس سبلاي أو تطال سبلاي لأن ما يروش في العملة حاليا بأوة تلاتين مليون والتطال سبلاي يعني ما موجود حاليا هو مليار تمنمائة مليون وحدة عملة أبطوس كما قالوا في ستيكين وسبعين مليون لا زلت لم تخرج لأن ما يروش مئة وتلاتين مليون فبالنسبة لعملة أبطوس مشروعها قوي مشروع جيد محترم ولكن بالنسبة للسعر لا زال سينخفض مثل مثلا بعض العملات التي يظنها بعض الناس أنها سكام عملة الأنترنت كومبيوتر ليست سكام مشروعها مشروع محترم سبب الذي جعل العملة تنخفض وتهوي من أسعار ألف دولار لهذه الأسعار وأن في الأول كان ما يروش هو واحد بالمئة وضروري فريق العملة سيبيع العملة ليست سكام سبب وراء انخفاض العملة هو الضيع من فريق العملة وهذا أمر عاد كذلك مشروع الفايل الذي انخفض بشكل كبير السبب راجع مشروعها مشروع قوي الذي شاركة مع كل شركات تعدين هي التي عملت شاركة مع الفايل كون يعني شركات تعدين التي تستفيد أقوى وأكبر مشروع نسيته حتى في الحلقة كان ضروري ولكن العملة لازلت تنخفض لأن الماكس سبلاي واثنين مليار عندما نتحدث على مليار نتحدث على التخزين البيانات أكبر شركة في العالم هي أمازون في هذا المجال في اللامركزية أكبر شركة هي الفايل كوين التي لديها شراكات مع شركات صينية وأكبر مشروع في الصين يشغل في هذا المجال ولديها شراكة مع كل شركات تعدين مشروع الفايل كوين مشروع قوي مشروع ستوري لديها مستقبل كبير فإذا أردنا بلوكتين جيدة وأردنا أن نستفيد من هذه التقنية في الأنترنت ومثلا نعمل أنترنت ضروري نحتاج مساحة مشاريع تقدم لنا مساحة ففايل كون مشروع قوي كذلك أعطيها 8.5 إلى حدود 19 أطلنا خلال هذه الحلقة نعتدر لكم لا تبخلوا علينا بلايكاتكم وتعاليقكم من لديه أي سؤال فليطرحه لنا أو عملة نريد أن نتحدث عليها أو أفكار فليناقش معنا شكرا لكم دمتوا في أعيش الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته